عارفين قصة نجلاء فكرتني بإيه؟ إنه طول ما هي ماشية الناس بتتكلم عليها مش عجبهم حاجة فاكرين قصة جوحة وابنه والحمار؟ عمر محد يجيبه حالك مهما عملت ده اللي حصل في قصة نجلاء بالضبط أنت وابنك ها؟ عادي جداً كان في ناس بقى بتوعي الأعداء العرفية وقاعدين كان فين بقى أهلك لما وردوك في جوازة زي دي؟ عيلة لسه عندها 15 سنة مش فاهمة يعني إيه جواز ومسئولية وتشيل مسئولية بيته فجأة لقيت نفسها زوجة الواحد بيشرب مخدرات ها؟ ما عندوش أي مسئولية ما عندو بتخليه ضربك عشان يثبت أنه راجل الرجولة بتضرب طبعاً كل ده حسب حكايتك ودايماً بقول كده زي ما بيقوله العهدة على الراوي لأن أنا سمعت من طرف واحد ويا مرحب بأي حد عايز يقول رأيه أو يكون طرف اللي هو الطرف الثاني في القصة يطلع معنا في قصة حقيقية أو يبعت لنا وهنقولها زي ما هي ربنا يعلم بس كان فين الناس دي بقى لما جوزك سابق خمس سنين ونص لك كان بيسأل عليكي ولا على ابنك ولا بيشوفه ولا فريق له استغل إن أنت تجاوزتي تحت السن القانوني قال لك أنا مش هاز بتنسبه أساسا مش هاز يعملوا شهادة ملد إيه ده لما الناس بقى اكتمعت كلهم عشان يحلوا مشكلتك مع جوزك خلاص بقى خلينا نحلها ودي وبلاش محاكم وبلاش بهدلة حكموا عليكي إيه إنك تتنازلي عن ابنك لو فكرت يتتجاوزي تاني ليه ليه محدش من الناس دي حكم على جوزك أي حكم مع إنه مود من مخدرات بيدرب مراته ومامته ومشياه قال إنه هو هيعلمك وهيكمل تعليمك وبتاعه وخالف حتى الراجل كلمة ملوش كلمة اتفق مع باباكي وارجع في الكلام والناس دي كانت فين؟ أنا مستغربة جداً إن أهلك قيودوا الحكم ده مش عايزين بنتهم تتجاوزوا وتفرح تاني يعوضوها عن اللي عملوه رغم إنه هم زي ما بيقولوا الشركاء في جريمة حصلت بسببك رموا بنتهم في جوازة لا تنفع لسنها ولا تموحها ومطلوب منك يا نفي بقى تعملي إيه؟ إخساري كل حاجة ها؟ عيشي وخلاص كلمة اللي بنسمعها بتتسرق منك طفولتك مستقبلك في التعليم تشتغلي وتربي ابنك ليه؟ هتخساري بقى كمان اللي جاي؟ ما يفعش إنك تحبي وتتحبي ولا تتجاوزي حد ابن حلال يعوضك عن كل اللي شفتي انت لسه في العشرونات يعني في بداية العمر والأول مرة بتختاري صح اختيارك سليم في إنك تتجاوزي من إنسان كويس ومحترم شفتي الناس رجعت قالت إيه؟ بعد ما قالوا هي قاعدة في بيت باباها وباباها زينبو إيه شوف الغلب ده قالوا شوفوا اللي راحت تتجاوز رمت ابنها ومهمهاش محدش منهم فكر يسألك طب انت محتاجة حاجة؟ طب نساعدك بحاجة؟ نجلا أنت مش غلطانة مش مقصرة مش هينفع شايلك الشيلة كلها زي ما في ناس ظلمة حكمت عليكي هم مش موجوعين ولا هم عايشين اللي انت عايشاها بس كل اللي أقدر أنصحك بي دلوقتي نكتحاربي حاربي أنك تاخدي ابنك تاني من قب مهمل بيقومو عليكي مش بعيد يكون لسا بيشاب مخدرات قب مالوش أمان مالوش أن ياخد ولد ويربيه ولا هو ولا أمه شوفي بقى جوزك اللي بيحبك وحنين عليكي يجيب لك محامك كويس يعرف أن هو يحرق في القضية زي ما أنت عارفة بيقولوا دايما أن الحضانة تبقى ليكي لو مش ليكي هتروح لمامتك خلاص لو مش لمامتك أو مامتك متوفية لقدر الله أو يعني ما فيش مامتك بتروح لحماتك ما فيش حاماتك تروح لأختك بعد كده تروح لأخته فإحنا بحاول لو بفهمك بطريقة مبسطة على قد ما نقدر عشان تبقي عارفة وكل اللي بيتفرجوا علينا في القرى أو في أرياف يبقوا عارفين تخليش حد يضحك عليكي بكلمتين وأنا مش مجبرة أن نعود في قعدة زي دي وكلك وتحكموا علينا أن أنا متجاوزش تاني ليه؟ حلال ربنا أطلق وأتجاوز تاني وأعمل اللي أنا عايزيه طالما ماشي يا بما يرضي الله سمعتي معي نصايح دكتور أمل في الفقرة اللي فاتت هاستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي إيه؟ وعايزة من كل اللي بيتفرجوا علينا أنا عايزة أسمع كل القصص أنا سمع قصص من حوالي وبشوف اللي بيجينا في قصة حقيقية بس عايزة أسمع أكتر كل ما بتسمع أكتر بتشوف حاجات أغرب من خيل بس أهم حاجة أنه يكون قصة حقيقية